اشتركوا في القناة ورح يظل فيها لغاية الساعة 10.34 دقيقة صباحا من صباح يوم الاحد بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهيها للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر موجود في الدلو استقر هذا اليوم الاخير لاله وحكينا انه تأثيراته لما بيكون القمر موجود بالدلو منتأثر من برج الدلو شوي بنمط حياتنا او سلوكياتنا او التأثيرات النفسية اللي بتكون علينا فنشعر الان انه بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب في الانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق وتجربة اسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او شراء جهاز استيريو او تلفاز او اجهزة الكترونية او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنا ثلاث زوايا فلكية اليوم رح تتشكل اول زاوية هي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي رح تكون في تمام الساعة 12 و42 دقيقة بعد منتصف الليل تخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تريها وهي زاوية بطيئة هي زاوية التقابل ايجابية او فيها نوع من انواع السلبية يعني مش ايجابية بالكامل ولا سلبية بالكامل فهي بتميل شوي لانها بتأثر عن نفسية هي زاوية هاي بين عطارد وبين بلوتو رح تكون في تمام الساعة 8 و14 دقيقة مساء بتدفعنا شوي للكآبة او نشعر ببعض الهم الشعور بالذنب وبيزيد من العنادة وبيسبب نزاعات شديدة مع المحيط اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل قبل بداية خلوة المسار هي زاوية التقابل رح تصير بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون الساعة 11 و12 دقيقة مساء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى من قوم فيه يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا لا تنسوا انه احنا برضو فترة تقابل ما بين القمر وما بين الشمس اللي هي القمر بدر وهذا بيأثر على مشاعرنا وحسيسنا فاليوم بتكونوا ديروا بالك من الحساسية الزايدة ردات الفعل العصبية برضو الملل الروتين عدو هاي الوضعية تماما بعد زاوية تقابل هاي او لما تصير هاي الزاوية بيبدأ عنا خلوة المسار خلوة المسار هذا رح يبدأ الساعة 11 و 12 دقيقة مساءا بتوقيت جرينج ورح يستمر لبعد منتصف الليل اللي هو يعني مندخل في ليل او صباح يوم الاثنين لغاية الساعة 23 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وهذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوة المسار بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل 16 يوم بلش القمر الان يصغر فاصبح 16 يوم بالنسبة تقريبا الساعة 6 و 6 دقائق مساءا بيصبح 17 يوم نسبة الاضاءة بتصير 95% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية اليوم سعيد بنسبة 30% القمر في الدلو حتى يوم 26 سبعة منتحس بنسبة 55% الان ولكن مع ساعات الظهر تقريبا بدأت تنخفض نسبة النحوس هاي ل 15% عطارد في السرطان حتى يوم 28 سبعة سعيد بنسبة 45% الزهرة في العذراء حتى يوم 16 ثمانية منتحس بنسبة 50% المريخ في الاسد حتى يوم 29 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 28 سبعة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 11 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعاً بيظل النشاط الاجتماعي هو اللي مسيطر عليك اليوم فعشان هيك اليوم بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو جمعة أو اتصال من صديق حاول أنك اليوم تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي صديق أو لأي شخص بطلب منك هذا الأمر اليوم في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد يعني حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الثور بيتركز اهتمامكم حول محافظة على مصالحكم في مجال العمل طبعا القمر موجود في بيت السمعة فهذا اليوم مناسب للي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم في نوع من أنواع المفاجآت رح تصير معك اليوم ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية ممكن يعني يكون هيك فيه شيء شخصي أو شيء مطلوب منك أهم شيء أنك تكون على قدر المسئولية حاول أنك تكون جاهز ومستعد ما تغامر ما تجازف لأنه هاي الفترة شوي بيكون فيها نوع من أنواع صعوبة برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وخصوصاً لبعيدة وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممكن تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة الأجواء تقريباً منقدر نحكي إنها لطيفة وبتحيط بحياتك وهذا شيء بالنسبة لإلك جميل وممكن اليوم تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصعاد وفيها إيجابيات قوية جداً وفرص مناسبة للتواصل مع المحيط برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة ومن جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة من تعويض من زوج ولكن من جهة أخرى بدك تحذر من أي شراكة مالية جديدة أو الإسراف أو يعني كفالة حد أو ممكن هيك ضمان شخص في بنك أو شغلة زي هيك بدك يدير بالك وإقراض المال بالفترة هاي يعني شوي ممكن يغلبك لتحصل عليه ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل بل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع إرت أو موضوع مالي برج الأسد اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر مقابلكم تماما بركز على أمور الشراكة المالية العاطفية علاقتكم بالأزواج هذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر ولا الجدال حاول إنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وحاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات لأن القمر مقابلك شوي بيخليك تحاول إنك تكون يعني مغامر وهذا الشيء ما بيناسب وضعية القمر حاليا برج العذرة بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا القمر في البيت السادس بتكونوا تديروا بالكم على عملكم وديروا بالكم على صحتكم إنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل دون المبالغة في ذلك بتكونوا تنتبهوا لغذائكم راحتكم صحتكم ما تسمح للواجبات بإنها تتزاما يعني ما تخلي أكثر من عمل يصيره بنفس الوقت حاول إنك تنجز الأعمال تدريجيا كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي حاول إنك تأخذ قسط من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن برج الميزان بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضى وقت ممتع معهم وهاي فترة مثمرة وإيجابية بتستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو بالنسبة لك مناسب لتلبية الدعوات ولا حتى الأمور العاطفية أو تعزيز العلاقة اللي بتيجي ما بينك وبين الأبناء أو بينك وبين الأحبة باستطاعتك المبادرة لأي موضوع ظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم اليوم بتجد تعاون من أفراد العائدة وممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية يعني الأمور العائلية هي اللي راح تكون ملفتة انتباهك هذا اليوم أو راح تهتم فيها بشكل أكبر حاول أنك تنجزها على أكمل وجه برج القوس بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم ممكن يخرج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك اليوم راح تنشط بالتنقلات والاتصالات بشكل كبير ولكن بدك تحذر من العصبية وانتقاد الغير برج الجدي ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة أو مصاريف ما لها أي داعي ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي أهم إشي أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال حاول أنك تدقيق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وممكن تتحسن المعنويات أكثر من المعتاد يعني تقريبا الأجواء جيدة حاول أنك أنت تستغلها برج الدلو طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام السابقة حتى من يوم أمس واليوم بتعدلكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم مركزكم الاجتماعي وبرضو بتخلي قدرتكم على التواصل الجيدة الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركوب لها أيام عليك التحلي بالحكمة والواقعية بإدارة الأمور اليوم بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن اليوم تحقق نجاح باهر والملفت أنه أنت اليوم رح تكون ملفت لنظر الجنس الآخر برج الحوت طبعا لآخر يوم إذ التعب بظلم سيطر عليكم بكرة الأجواب تصير أحسن بالنسبة لإلكم أهم شيء أنه تحاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد حاول أنك ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط حاول تنظم أمورك وضاعف مجهوداتك قدر الإمكان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة